تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 55 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 47 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينهم 120 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات